منكمل إن شاء الله مع بعض حل التمرين الوحدة الثانية عندي بسقي العليل بولي العدسة المحدبة السميكة بعضها البقری اقل من عدسة المحدبة الرقيقة له بنقول لي والله إنه في حالة العدسة المحدبة السميكة بيزداد تحده بوجهاء العدسة وابونان عليه بتقترب البقرة من المركز البصريANK دائم فيقل للبعد البقري ولعكس في حالة العدسة المحدبة الرقيقة طيب بتستخدم العدسة المقاررة لعلاج الشخص المصاب بقصر النظر بنقوله لأنها تعمل تفيقي الأشعة قبل وصلها لعدثة الغين فتجمعها على الشبكية وبناء عليه يصبح الشخص المصاب بقصر النظر زي زي الشخص السريم بالزبط يرى من مسافة 25 سنتي دي قال لمسافة ومسافة ما تزدش عن 6 متر زيه زي الشخص السريم عندي يعالك طوله النظر باستخدام عدسة محدبة بنقوله لذلك لأن العدسة المحدبة تعمل على تجميع الأشعة قبل وصلها لعدثة الغين فترى صورة واضحة للجسم. الجسم منذ عند بورة عدسة محدبة لا تتكاون لها صورة. بنقول لها ان شاع تسقط متوازية وموازية في المالة نهاية. يوجد بالعدسة اللي ما بورة لي بنقول لها لها سطحان كريان او وجهان كريان. لكن المرأة المحدبة بيبقى ليها بقرة واحدة عشان لها سطح كروي واحد او وجه كري واحد عندي. المثال اللي موجودة قدامي طبعا هنشتغل مع بعض حسة المثال ديت وهنرسم ونرجعها تاني مع بعض. بس دلوقتي بيقول لي ان الجسم البعد البوري بتاعه ارب سانتي. وانت حطت الجسم على بعض ستة. انت عندك الباق عند اربعة والميم عند تمانية. والجسم عند ستة عن الجسم موجود من الباق والميم. يبقى في الحقيقة دي هتتكاوله صورة خلف الميم. وتبقى صفات الصورة حقيقية مقلوبة مكبرتك على بعد اكبر من تمانية سانتي عندي. نخش بعد كده على تدربات الوحدة التالتة بسؤال اكتبو المصطلح العلمي. يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب ده تعريف الكون. تحتوي كل النجوم التي نراها في السماء ليلا. دي مجر دربة تبانة. تقع في احدى الازرع الحلزونية لمجر دربة تبانة دي المجموعة الشمسية. نظرية بتفصل ناشط الكون من انفجار هاي من 15.000 مليون سنة. دي نظرية الانفجار العظيم. وكرس غازي مستدير كون كواكب النظام الشمسي دوت السوديم. صح وغلط مع التصويب. يقع النظام الشمسي في مجر دربة تبانة. الكلام ده صح. تكون الكون من تلحم جسامات الاكسوجين. ومن ياتروجين غلط. تلحم جسامات الهيدروجين والهيليم عندي. النظام الشمسي بيحتوي على العديد من النجوم غلط. النظام الشمسي بيحتوي على العديد من الكواكب. نشأت المجموعة الشمسية نتيجة الانفجار العظيم. الكلام ده غلط. نشأ الكون نتيجة الانفجار العظيم. النجم العابر اكبر النجم يمكن ان تراه من سطح الارض. كلام ده غلط طبعا الشمس. بعد كده بيقول لك اكتب فكرة. طبعا تعريف الكون وتعريف المجرة وتعريف الفضاء. كل التارفة دي موجودة عندك في المصالح العلمي فوق. اما السوديم هو عبارة عن كرة غازية متوهجة تدور حول نفسها. يعتقد انها كونت المجموعة الشمسية. والنجم العابر ديت نظرية. وضحها عالمان تشمبردين ومولتون سنة 1905 واستخدمت لتفسير نشأة المجموعة الشمسية. من ان الشمس اقترب منها نجم عملاق. ادى ان الشمس دي تتأثر بجاذبية النجم دوت فيمتد منها خط غازي. حدث انفجار من ناحية النجم العملاق عندي فقدر لتحرق الشمس من جاذبية النجم وتشكل غط غازي. بفعل قوة جذب الشمس بدأت الخط الغازي دوت يتكسف ويبرد ويتكون حواليه كواكب المجموعة الشمسية وبنان عليه احنا كده كونا النظام الشمسي الموجود قدامي. تعدربات عامة الوحدة التالتة سؤال عندي صحة وغلط مع التصويم. تقع المجموعة الشمسية على حفة مجرة دربة تبانى كلام ده صح. كل مجموعة من النجوم تتجمع في النظام الشمسي كلام ده غلط طبعا مجموعة النجوم تتجمع في المجرات. يمتلأ الكون بالعديد من المجرات اللي بتتباعد. الكلام ده صح. يا دور ح دة المجرة ثمان كواكب. الكلام ده غلط دا دور حلال الشمس. دور المجرات في نظام ح staring ما كز كون. الكلام ده صح. دا تتباعد المجرات في الفضاء الكوني الكلام ده صح. الاتساع المستمر الفضاء الكوني بنقول له نتيجة لتباعد هم مجرات عن بعضها نتيجة حركة المجرات المنتزمة. طب ليه لمجرات بتتباعد عن بعدها نقول له نتيجة حركتها المنتزمة عندي. أكتف فقرة توضح كل ما من النجوم العابر احنا لسى لين وفوقن السوديم ايضا السؤال بيتكرر تاني الفضاء الكوني هو فضاء واسع ممتد بيشمل كل القليقة وكل المجرات وكل النجوم وكل الكواكب عندما خلالها ربنا سبحانه وتعالى المجرة هي عبارة عن نظام بيتتجمع فيه مجموعة من النجوم وتدور معها بفعل الجاذبية والنظام الشمسي هو عبارة عن نظام بيتكون من نجم واحد هو المهيمن والمساطر اللي هو نجم الشمس وتمن كواكب ومجموعة من الاقمار وبعض الاجرام الصموية الاخرى زي الكواكبات والشهب والنيازك الى اخر تكوين نظام الشم سا عندي بنخش يا جماعة بعد كده على سيرة الوحدة الرابع عندي وبنبتدي بسؤال او بأسيرة الدرس الاولاني منها يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجسدية الكلام ده غلط لا طبعا الميتوزي هو اللي بيحدث الخلايا الجسدية بينتج عن الانقسام الميتوزي خلايا بها نصف المادة واصية الكلام ده غلط الميوزي تحدث ظهارة لابور في طور الانفصالي من الميوزي الاول ظهارة لابور بتحدث في نهاية الطور التاميدي الاول من انقسام الميوزي الاول يحدث في الانقسام الميوز